منتخبنا العراق الأولمبي وشارك في بطولة الإمارات الدولية للمنتخبات الأولمبية إلى جانب سبع منتخبات العراق وقطر والسعودية والإمارات وكرواتيا وأوس باكستان وفيتنام والصين كل توفيق لمنتخبنا الأولمبي وإن شاء الله يستفادوا من هذه التجربة بوجود المحترفين من أوروبا السلام عليكم شباب وياكم أنا سأخبار المنتخب العراقي قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد من هو المدرب المحلي الأنسب لقيادة إسود الرافدين اكتبونا آراءكم بالتعليقات تصريح أمين فيليب يقول استطيع الفوز في مباراتي الإمارات وسوريا بكل سهولة إذا ترشح مدربا للمنتخب العراقي نرأيكم بأمين فيليب وهل يستحق أن يكون مدربا للمنتخب العراقي اكتبونا آراءكم بالتعليقات تصريح زيدان قبال يقول أحب العراق وأتمنى اللعب في البصرة خليك بماشي استرمينات إذا أحسن لك بعد عودته من الإمارات من أجل تطبيق دور المحترفين الإماراتي في العراق عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي يقول الفرق بين العراق والإمارات رياضيا هو 30 سنة كشفت مصادر إعلامية عراقية إن الاتحاد العراقي لكرة القدم يدرس خيار اللجوء المدرب أجنبي خلافة المونتينيغريزي لكوبيتروفيت وقال من تدريب منتخب العراق عقب التعادل مع لبنان واحد كل ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وقالت المصادر إن المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قد يتجه لخيار المدرب الأجنبي في حال لم يتم الاتفاق مع أحد المدربين المحليين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني ومدرب الزوراء أيوب أوديشو ومدرب نفط الوسط عبدالغني شهد مشيرة إلى أن التشيكي ميروس لافسكوب مدرب المنتخب العراقي الأولمبي يبدو هو الخيار أقرب التولي المهمة شكل مؤقت إذا لن تنجح محاولات التعاقد مع مدرب محلي فأوضحت المصادر إن انتحاد الكرة العراقية جد صعوبة في التواصل الاتفاق مع الأندية المحلية بخصوص السماح لمدربها لتولي مهمة تدريب المنتخب بشكل مؤقت وذلك بسبب استمرار منافسات الدور العراقي الممتاز بضلاً عن مجهور استحقاق خارج لنادي الزوراء في مسابقة دوري أبطال آسيا كما أن رؤية الاتحاد المستقبلية تتجه نحو خيار إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى مدرب أجنبي وسيعقد اتحاد الكرة العراقي اجتماعاً استثنائياً اليوم الثلاثة ثمانية فبراير شباط في تمام الساعة السادسة مسائل وسيكون الاختيار بين المدربين المحليين أيوب أوديشو وعبدالغني شهد معام كان يقل يجوع لخيار المدرب التشيكي ميروس لافسكوب مدرب المنتخب لولنبي العراقي ريح حبيب جعفر يقول الطلبة أهزم الشرطة عام 2007 بفريق شعبي واليوم أتوقعها للطلبة بنتيجة 2-1 الجمهور العراقي يفعل ما لم تفعله دول المدير الإعلامي لنادي غوتنبورغ السويدي في تصريحه للإعلام السويدي أثير أمير الإعماري الإعلامي مشابه لما حدث مع النجم العالمي مارك هامشيك غوتنبورغ تعاقد الموسم الماضي مع هامشيك بصفقة كانت هي الأفضل على مستوى الدور السويدي المدير الإعلامي للنادي تحدث عن الطفرة الكبيرة التي حدثت على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي للنادي دورينا يدخل موسوعة غينز للأرقام القياسية من حيث استقالة وإقالة المدربين حتى الجولة 20 منهم الغريب في الموضوع أن 90% من المدربين خرجوا باستقالة وليس إقالة والسبب أن المدربين يبحثون عن فرصة عمل أخرى وفي حال مطالبتهم بالأموال من أي نادي فإن الأندية الأخرى لا تفكر بهذا المدرب العراق محمد عدنان حمد ينتقل إلى نادي ميسيمير القطري للعب معه في الموسم الحالي قادما من نادي معاذر ومحمد هو النجل المدرب عدنان حمد ويعتبر واحد من المواهب المميزة وتدرجة بشكل صحيح وبدأ اسمه يكون حديث وسائل الإعلام القطرية معلومة اللاعب رفض تمثيل المنتخبات القطرية بشكل قاطع العراق آدم محمد يقول انطلقت قبل ستة أشهر من برطانيا إلى مكة المكرمة سيرا على الأقدام لأعداء الحج وأتوقع أن أصل السعودية في تموز القادم تتخيلوا دع الشهر حتى يوصل السعودية من برطانيا علشان ما أذي نفسك والطيارات موجودة نقرأ جزء من تعليقاتكم مع علي علي يقول بالتوفيق إن شاء الله لقناتكم المحترمة لا عبراق لأنه عراقي تحياتي لك يا وردة عسام الدين يقول استمر حبيب قلبي تحياتي لك يا وردة نورد عبد يقول استمر بالتوفيق للمنتخب ولك يا رب مبدع ربي تحياتي لك عزيزي نورد قناة مالكي سبور تقول رائع جدا حبيبنا ودائما مبدع تحياتي لك يا وردة في الفيديو أحب أشكركم على تفاعلكم بالقناة اشترك بالقناة على تفاعل الجرس شارك مقطع الأصدقاء ليصلكم كل جديد كما معكم أنس في عمال الله نلتقى في الفيديو جديد